فطر سعيد وكل عام وأنتم بخير في الأعياد يمكن للأطفال أن يحظوا بيوم طويل في مدينة الملاهي لكل جيل عيديته ولكل عيد خصائصه الرئيس سعد الحريري غير الكل هو خارج الأجيال وخارج الخصائص وخارج البلد عيديته بمناسبة عيد الفطر دكة حلول لأزمته المالية كيف؟ عبر مليارات واجتماعات وتسليفات سياسية بحسب ما يتحدث مطلعون على أجواء الحريري منذ الأسبوع الأول لشهر آب الجاري كثف الرئيس الحريري إطلالاته إلى الدوحة ترجمت هذه اللقاءات بعد أيام في 13 آب بزيارة مشتركة للرئيس الحريري ورئيس الحكومة القطرية حمد بن جاسم آل ثاني إلى الرياض حيث التقيا الملك عبد الله العارفون يقولون أن الحريري استبق عيد الفطر ونال عيديته أربعة مليارات دولار لتسليك الأحوال وإبعاد أخبار الفتنة المالية عن داره هذه المليارات الأربع سيذهب جزء كبير منها لتفعيل أعمال سعود أو جي في مشاريع البناء وفي مشاريع صرف الموظفين وتطهير الإدارة ويضيف العارفون أن من مشاريع المليارات الأربعة أيضا اتمام عملية عصر النفقات في بيروت وخصوصا في تخفيض الإجارات والدفاعات الشهرية مثلا كنقل بكاتب جريدة المستقبل من البوريفاج إلى مبنى البيت الأبيض في سبيرز بعدما طالب أفراد من آل الحريري بحصصهم من المبنى الحالي للصحيفة أما المشروع الأهم والذي يحمل دلالاته على تخطي الحريري أزمته المالية فهو مشروع إدارة تلفزيون مستقبل برفع أجور جميع الموظفين بين 5% و 25% وهو ما تمت مفاتحة الموظفين به قبل أيام فطر سعيد وكل عيدية وأنتم بخير